ومرحب فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلايدر لو اي اليوم رح نفتح علبة اشي مختلف ولي هو الباكوغان لعبة كانت كتير مشهورة زمانا عرض الانمي على سبيس تون وكارتون نتورك وفي اكتر من جزء وفي تغييرات بناتهم صارت اليوم رح استعرض الاشياء اللي عندي اياها من زمان وبرضه لقيتوا علبة قديمة ونادرة وبرضه لقيتوا علبة جديدة بالمحلات فخلكم معي لاشرح لكم كل التفاصيل اوكي فاليوم رح نبلش باهم علبة واللي هو اشي اسمه سيرج يعني بشبهها اسماء جزء من بلابل والعلبة اصلية من سيغا تويز نيو بوي واللي ما بحرش هو الباكوغان الباكوغان هو عبارة عن طابة فيها مغناطيس وحديد بتنحط على المغناطيس او الحديد اللي هو بكم البطاقة او بتطور لاشكال تاني هيك اشياء عشكل خماسية وبتفتح الطابة بطلع منها التنين او الوحش او هذا يعني رح فرشيكم على مثال بسيط قبل بس ما ابلش تمام شفتوا شو صار هذا هو بس هو امق من هيك يعني مش بس هيك المهم بتكون من عناصر في عنصر نار ومي وتراب وضوء وظلام ورياح اظن هيك اشي هاي العلبة واحدة من اندر واقدم العلب يعني فتشت كل الاردن هاي جبتها قبل كم من شهر يعني وظلت عندي فترة وصفة ان اليوم جبت علبة من الجزء الجديد واللي هو موجود هلأ منها بالمحلات رح حكيلكم مين شريتها وقبل فترة برضو قبل اشهر هقلي شوية جبت هاي كمان من محلات لانه كل فترة شكلا عم بنزلوا جزء من باكوغان كمية العاب هيك معينة مع انها من دون انمي ما بعرف لي المهم العلبة هاي فيها شت باكوغانات و 12 كرد فهم بشرحون لنا شو هو الباكوغان اللي هو عبارة عن العاب بتطلع مع كروت ونقاط وهيك اشياء فيها بتحسبها نقاط وهاي العلبة من ورا هاي من نيو بوي وبس خلونا نفتحها حيطلع معنا البلابل الباكوغانات لا لا هذا مضيع تمام اوكي اوكي هلا في اشياء فيجا عليها اطاع بلاستيك دائمها وارجع لكم وراح نبلش مع اول باكوغان وهذا اظن يعتبر الشخصية الرئيسية اللي هو عنصر النار عبارة عن تنين اللي اشوف في اطاع او اشياء نحن بنفكها بنفتحها بايدنا فشاء هي بتفتح لحالة مع المغناطيس فمثلا القرون هدول انا احنا فتحناهم باصابعنا يعني انا فتحتهم حتى هيهم بطل اللي يفتحوا المهم هدول شكلهم مفتحين يعني مش مسكرين محطوطين على مغناطيس تمام فاسم شايفين هو تنين والو تحين باللون الاخضر والو ادين اسم شايفين هيهم هون بوكسات مجوهرة خضرة وفي شغلي هون اظن لاحظتها على كل باكوغان جديد تيجي لزقة بنقيمها ومكتوب عليها الطاقة تبعتها 560 جرام وحسب البطاقات وهي الاشياء بتقدر تزيدوا طاقة على باكوغانكم والو اجنحة تفتح بطريقة كتير حلوة وحتى التصميمهم كتير اظن باخد وقت واجريه ومن تحت دهبي وقيلو ديلو ايك بصر شو مثلا اذا نيجي نسكره هلا انا العلبي فتحتها صراحة زمان بس ليك اللي اعرف شو فيها وناسي كتير اشياء يعني بس اللي بحب يعني او بيعرف باكوغان اكتر يكتب لنا اه نحظن سكره كيف بده تسكر هذا اوكي المشكلة كل واحد له طريقة تسكير معينة فمثلا هيك سكرتوك يا ايه بده اجي افتحه اوكي هاي وفتح ايه ونرجع نحن نفتح الاجرين والديل وبقية القطع هاي الاشياء اللي انتو ما تفكروا هم مملين لانه في بعض الباكوغانات بتفتح بطريقة غريبة شفتوه بنط حرفيا بنط وهون عنا الباكوغان الثاني لعشكل واحد فضائي له ادين واشياء غريبة وراس وبنط فيه زنبرك فمثلا اذا اجي اسكره اظن بسكر هيك بطريقة معين طلها كيف سكر هيك بعدين هيك منسكر بحظة تمام سكرته اوكي بعدين يجي محطه على هاي اوكي نط وهذا من عنصر الابيض اللي هو عنصر النور يعني هيك وهون عنا باكوغان مميز ليش هلا بحكي لكم ليش طلعوا اظنوا هيك بلف طلعوا حرفيا بلف لما يفتح فما بعرف شو خطر عبالهم يدمجوا مع البلابل هذا يعني كان موجود بفترة بي بلاد وهيك قبل وبعد يعني في منه وفي اشياء مستمرة لحت لهلأ يعني عن نتفلكس او عند الاجانب الانجليزي بنذاع عندهم وبرضو عليها البطاقة السكنية اظن معناها انه الباكوغان جديد فلازم نقيمها وتحتها بكون مكتوب الطاقة تبعته هذا 560 الاحمر كان 560 والابيض تعال خمسمية واربعين فحرفيا فيه اشي دوران حر ومن راسه بطلع في هنا الروبوت اللي انا فتحته بيدي ويلو اجنحة واجرين و اظن لازم نسكر هدول قبل ما نسكره هو لحظة عشان يسكر كويس لانه كل واحد بحكثكم بتسكر الطريقة شكل وبعدين نفتحه اوكي لحظة انا فتحت السلمواشن تماما هيك نوعا ما هيك يعني هو بفتح شوي 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 ففي كل اطعه مسؤولة عن اشي وهون برضو عنا باكو جان غريب شوفوا شو رح سوي بس احطه اوكي ما لحظة اصبعي خرب عليه ولكن برضو ملف فكر حاله بل بل طريقة تركيبه كتير صعبة اللي هو نسوي دواره طلعوا لازم نسكر هاي بعدين نحط راسه اه وين مكتوب الطاقة تبعته هون هون اوكي منلفها منحط هاي هون بعدين مش عارف يعني كتير تركيب وغريب بس فكرته حلوة يعني اللي عاملها نحطه كمان مرة عشان نلفه كمان مرة اه اصبط يلا تركب اركب اوكي الله شوفوا شوفوا تمام هاي هاي زبط فبطلع منه حتى كأنه لحظة اشياء بنقدر نفكها منه لحظة اجنح اجنحة اظن هاي مشكلة ولا اي ورقة تعليمات خيالوا كله بتكتشفوه لحالكم اه عبارة عن اشي مائي هاد من عنصر المياه العيون عبارة عن اخطبوط على ما بعرف شوه وهاي القطع الفري سبينينج وهات ذكرني ببوكيمون الاشياء التحت بوكيمون الا اشي العلاقة بما يشكله فيه اشي بكون له هيك زي حجار حادة وباكوغان اسود اوكي هاد ما بسيقش بس بنط عبارة عن واحد واقف اه برضو هاي زي كأنه ايليون او مخلوق فضائي له قرن مفروض بيفتح اوكي بيفتح بالعكس هذا العيون خضر ومدرعوا له ادين وحتى له اشياء تفتح حجرين ومش عارف كم طاقته لحظة نفتش على الاستيكر ونعرف كم طاقته الاخ هاي له ادين اوكي لقيتها خمسمية وتمانين وبرضو من عنصر الظلام هي بكون عكل واحد شعار رسمة معينة بتدل على عنصره وهون عنا باكوغان من عنصر التراب واللي هو عبارة عن لحظة ركزوا ركزوا طلعوا عبارة عن حية على سلحة فعنا تنين يعني اشي غريب من عنصر التراب يعني اشي بمشي على الارض وتطلعوا كيف قالوا اجرين تطلع من اجرين طلع لحظة نفتح هاي بعدين نرجع نتطلع كمان هاي فايش كتير غريب فهو عبارة عن ضينصور ولا اشي غريب وكمان طاقته وشكلها بتتغير اظن كل مرة بنفتحه بتغير العداد لطاقة معينة ففير غريب قالوا قرن وهالا ده فارجيكم الكروت على السريع لما نقلبهم طبعا الكرت هادا يابس اظن مصنوع من الحديد والباكوغان بكون فيه مغناطيس ليلازقوا بنقلبه وبكون بيحكوا بتذكر هي كان يحكوا اشي بطاقة الميدان تنقلب وحسب كل كرت لانه كل واحد كل لاعب بزيت زي هيك كرتين عكس بعض بدين كلهم بدحرجوا طباط وبفتح الباكوغان فكل عنصر بتزاد نقاط معينة مكتوب عليه ابصر شو اه اظن هادا التنين نفسه الاحمر وهذا بيكون صاحب الباكوغان بالانمي وفي عندنا نوعين من الكروت طبعا هدولا هم نفسهم هاينفرجيكم رسمات ما بارس في واحد منهم بيشبه من الاشي من اللي عندي هادا عندي منه كرتين وهاي كمان وابصر من هادا كل واحد له نقاط معينة وعند النوع التاني من الكروت واللي هو بيجي اه مش عارف شو هادا اظن يستخدم لو انا ازرق شوفوه كل واحد عليه شكل ولبسألن له اي صاح ان ذكرت لكروت يوكيو عندي كروت يوكيو كتير اقدام اخواني كانوا مجمعينهم اذا ما بارس بتحبوا افرجيكم ياهم مره بفرجيكم ياهم اه فهم انوا عبارة عن يوكيو مع اشاء معدلة هون عند التنين وبصرشو وهون طليعنا ورقة تعليمات باكوغان او حتى مش عارف هي عليها جدول حتى حلبة ممكن اوكي مش حلبة بس انه بمعنى اه مثلا بحطوا ازون الكروت وبدحرجوا طباط يعني مثلا تعالوا نجيب مثالين بس من باكوغانات انا ببني وبنزاد بحسب النقاط هاي هلا دولة باكوغانات انا فاتحوا من قبل اوكي اظن من نفس الجزء او من نفس السلسلة انه حتى هم مقسمين هيكل اجيال وعنما جزء اول جزء ثاني جزء ثالث بس بشبهوا بعض بها الاشياء اما هلا فراح بارجيكم باكوغاناتي اللي من نفس هذا الجزء بس اللي انا كانوا عندي اياهم عندنا هذا البني اه اللي هو هذا من عنصر الظلام بشبهوا شوي يعني هو نفسه واجمعوا بطاقة من الطاقة وحتى هاي العليل لزء السكني مش عارف لزأتها ورا وعن هذا بتذكر بيه شريته زمان كنت محتار بينه وبين بلبل اصلي بتذكر بعدها شريته هذا اصلي اه باكوغان ازرق لما طلعوكي فيه عداد بالنص اه بتغير عنصره كلما يطلع بتذكر هاي كانت الضفضع تتحول لا تصير مثلا اه حمراء خضراء تغير عنصرها يعني بهال معنى اجمعها بطاقتها هاي وهات كارت الطاقة ولا الاشي اللي بنزت معها فهذا واحد من باكوغان المفضل لفرجيكم اياه طلعات ما شايفين له عيون وطاقته اربعمية وعشرين جي ويدين ضفضع وعنصر بتغير كل مرة وإلو اجرين بنقدر نفتحها اوكي اوكي فاظن هذا من اول او تاني جزء اوكي وهون عنا كمان هل بالباكوغان كمان برضو في نسخ بتكمل لون بالوان تاني يعني هذا النفسه تبع شخصية رئيسية بس هادا نسخة بلون اخضر اوكي لو اي شو هادا شو قصته شوف هادا حكيلكم اياها زمان انا وصغير بالمدرسة اه تعرفوا سويت تون بيضة شوكولاتة في منها كان بلابل وهمتار ووبصر شو المهم انا كان عندي بلابل فرجيتكم اياها وحكيت لعنها وبصر شو مرة واحد جبت واحدة من همتاره طلعلي همتاره بتحط على العلم على الالم هيك من ورا فما بعرف اه كنت ماخده معي على المدرسة وقال حدا شافه بنت بالصف شافته وحكت شو رأيك ابدلك يا باكوغان فراحت تاني يوم ابصر منين جايبه هاد الباكوغان على ما اظن انه اصلي طاقته خمسمائة جي بس تمو المكسور بس عندي الاطعب تخيلوا هيا 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 تموه تموه عليه سنين وراحت اعطتني يا عادي بدلنا اظنه هادا اغلى فاطلعت انا الربحان بس هو اصلا كان اه من تحت ما بعرف شو كانت شوي فيه ولا هي مخدام عند ولاد خلاتها ما بعرف بس مهم اظن باكوغان اصلي وبالعكس مش غلط يعني بظل قيمته اعلى من هداك الهمتاره فاظن كنت صف اول بصف تاني مش عارف كم كان عمري فهذا الباكوغان التنين وانا بذكر اكتر باكوغان كنت احبه هو الاخضر تبع الرياح والعصفور او السقر عشانك انا بحب الو نصر الارض اللي هو هادا الطائر اجر انكسرت لانه هادا كان تقليد صراحة اه شريته هيك مرة برضو بتسكر بطريقة حلوة والكرت اللي اجمعه ما بيشبهوش اذا بتلاحظوا اظن كارت المغناطيس بالاصلي بيشبه كل شخصية بس كارت الطاقة بيجي اشي تاني المهم اه برضو حلو يعني ليش لا هيو اخضر اذا بتلاحظوا كمان عشان تفرقوا بين الاصلي والتقليد البراغي طلعوا كيف بتكون مصلبة والاصلي بيكونوا براغية مثل مثل البلابل وعفكرة الباكوغان اظن 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 هاسبرو وتا كارتامي وسيجا تويز والسبين ماستر بيصنعوه فاكتر من شركة فتطلعوا كمان محتفظ هذا اول باكوغان جبته الاصلي الازرق كان سعره هيو تسهد الانير من السيطان ومكتب على النيو بوي زمان كان بتذكر حكتلكم انا محتار بينه وبين بلابل بتلف في بلابل كانوا من نيو بوي بلفه ما بعرفشو كان بتذكر كان في ليثو خوسنار تكبس اشي بلفه بضوي بس ما كانوا بلابل بلابل يعني كانوا اشي اللهم علاقة بالبلابل بس مش بلبل اصلي بكرتوني عرفتوه فعشان يكواقت انا اخترت باكوغان بداله وبرضو كنت محتفظ بكرتونة التقليد في باكوغانات عفكرة كانت حلوة مربع وفي اشياء مثل الروبوت تنحط فوق بعض تتكون فمش غلط اه وهذا اللاعب اللي كان معه الباكوغان الازرق اما هلأ رح افرجيكم باكوغان اجدد شوي من جزء الاسمه ميكاناتم سيرج اوكي اوكي هذا باكوغان من نفس العلب الكبيرة بس مش من نفسها دول تلات اجداد اظن هدول هم التلاتة الاقدام والباقي كلهم شوي اجدد بس كلهم من نفس السلسلة اللي هو الباكوغان الكلاسيك القديم اظن هذا كلهم عرض على سبيستون اه هايو هذا الباكوغان حلو ورطيف وهذه هو كرتو يعني بشبهه شوي هيك بني ومنفخ فهذا هو الباكوغان اما لا فرح نيجي للباكوغانات الاجدد وعشان تكونوا بالصورة هدولة التلاتة من جزء اللي اسمه ارمورد الاينس واللي بعده اللي شغل اشتريتها اليوم اللي اسمها جيوجين رايزنق طلعوا هاي اللي كتب بتكون مكتوبة تحت بيجي بشخصات مختلفة وافكار مختلفة بس اجرتها دولة قبل هديك العلبة بس على ما اظن ان هذا الجزء اجد من الجزء هذا فعندي ثلاث باكوغانات من هذا وعندي ثلاث باكوغانات برضو من هدول فرح نفتحها ونكتشفها مع بعض اوكي عشان ما اطول عليكم بعرف الفيديو اليوم مشوي طويل ممكن او ممكن مو لكل يحضروا لان مو لكل يحب باكوغان او ممكن اعدد قليل ناس يحبوا يتعرف عنه بس بحكي لكم انه هاي الباكوغانات اه قبل كانوا ننزلوا مع انمي والعاب هلأ عم بتنزل كمية العاب خفيفة ببعض المحلات من دون انمي بس الانمي بتتابع الانترنت وب منها لحكي هذا اوكي رحكي لكم انا ان شرت هاي اذا بتابعوا صفحات الفيسبوك طبعون محلات الالعاب رح تعرفوا عن شو بنزل فهدول هاي هاي العلبة اليوم شريتها من كنزي اوكي وهدول اظن شريتهم من هاملز وبرضو اظن شلاتي مرة نزلوا انه عندهم كمان باكوغانات قبل اكمال يوم فيعني بدكم تتابعوا وتعرفوا اي اشياء بتنزل جديدة فانا جبتهم عشان مش كتير بهموني هلا اكيد مرات واحد بنهوس بصير بنفسه يجمع كل الاشياء اللي بالعالم او كل الباكوغانات او كل البلابل ومرات بيحب يجيب واحد بس من كل جزء المهم انا فتحت واحد من هذا زمان هذا الجزء الجديد هاي كرتونتو يعني الارمورد الايانس من الشركة تاني سبين ماستر الاشي الغير فيه انه بيجوا المغناطيس تابعونا هدول طلعوا كيف بطاقات هيك بيجوا عشكل هيك خماسيات ما اللي ما بعرفوه بطلوا بطاقات كبيرة وفي عليها مطاقة بتتغير وهذا الباكوغان هو ضيناصور اخضر الاجالي ما بعرف حبيت لونه اوكي بيجي معه بطاقة بس مش اساسية بتكون اظن هيك بفتح لا لا هيك هيك تمام بفتح بعدين انتو بتنددوه طريق التركيب واصلا غريبة فيه اشي بيلفه بدور ضيناصور اخضر هاي هي الشغلة تبعتو هاد شكله اللاعب تبعو وهون اجت كرت بطاقتو هاي شكله بالهدا فهدول الباكوغانات الاجدد بيجي بطرق العاب مختلفة انا جبته بس عشان يكون عندي من كل واحد جزء اوكي اضي جزء من كل واحد هلا راح نفتاح الباكوغان الاحمر والازرق هذول كانوا احلى اشياء يعني شفتهم بحس العلبي ما فيها كتير تفاصيل زي البلابل اكيد بنصحكم تشتروا بلابل اهم من هاي الاشياء بس هذولا حلوين طبعا بيجي كتير الكاسو هيك دربالكم هون بكون في خط مطاط حتى مثل قطع البلابل صاح لما تكون مركبين بس الباكوغان شوي حساس اكتر فممكن ننكسر دربالكم انا عملتها بس لا اضعف شوي من البلابل فالتغليف حلو وبشبه البلابل فبرضه اظن هادا واحد من الشخصيات الرئيسية شوفوا شكل اللاعب كيف عفكرة كتير بيشبه اه الشخصيات الرئيسية بعد زمان نحصل افرجيكم اياه تقريبا نفس الفكرة اجيب الكرت اجيب الكرت اوين 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 اه لا اجيبهم مش موقف في فيديو اوكي اوين وطاع فنوعا ما لسه محافظين انه الشخصيات الرئيسية تيجي بنفس لون الشاعر ونفس اللون متل كيف ما بيحكوا اه يمان معه حصان مجنح لون ازرق وشهاب معه شجاع منتصر لون ازرق فنفس الفكرة بيشبهوا البلابل كتير هؤلاء هم الكرت اجمعه وهي الباكوغان يعني لا افتحه اوكي مش عارف كيف هيفتح تماما ايو اجنحه فهي وبرضه بتطور نفس الاشي من احمر بيضل يعني احمر تنين وبتطور وبتغيره وبصر شو او ما بعرف هو بتحسن ولا كل بطلع اشي بس اوكي وتذكر برضو شغلة اغنيت باكوغان كانت حلوة كنت احبها كتير تبعت سبيستون تبعت كارتو نوتورك برضو في الهم اغنية ثانية مختلفة بس صراحة تبعت سبيستون اظن كانت احلى على ما اظن انا انا بس تبعت تبع سبيستون ما كنت صغيرة الباقي كله كنت اسمع عنه ايش بيسوي الباكوغان هذا ما بعرف له اجنحة و اه نخص استكشفه اوكي فشكله اه طاقته اربعمية بيتغير الرقم هذا و اه ايش كنت احكي بيجي معه بطاقتين خضر متل هدولة فيهم طاقة وهذا الكرت تبع الابصر شو اه وعشان تكونوا بالصورة انا عندي واحد من نفس هذا الجزء اه حكيتكم لاني جايبهم من زمان وهيك فتحته اللي هو ضينا صورة اخضر اخضر وفرجاتكم يا فا اوكي اوكي انا مضيع لانو عم بصور هذا الفيديو بالليل المهمة علينا خلونا نفتح الازرق تمام فهات شكله عبارة عن اسد او ليث ازرق هم بكون فتحينه بطريقة غريبة فنح لازم نحتاج نكمل فتحه ويعني بهاي الاشياء وهيك شكله بفتح ما بفتح ولا ايش بالظبط فتحوا اجرية بعدين فتح كله اوكي فبتمدد طريقة غريبة هاي بجلس ازاي ما شايفين ادي حتى بيدوروا ولا ما بعرف شو بيسووا وكتر غريب من عنصر ماء طبعا تغيرت الشعارات ويعني بتعرفوا اربعمية به هذا وخلونا ننتقل الباكوغانا للبعد وهنا لدينا من جزء اخر من نفس السلسلة هاي السلسلة الجديدة الباكوغانا للشخصات الأجدد باكوغان جيو جن رايزنج ايه 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 بطل براولرز بطل بطل بصارمين فاللي بيجوا به هذولا هذول سلسلة مختلفة وهذه وحلبة ثلاثية فيها ثلاث باكوغاناة طلعوا المرش مكتوب شركة الإخاء العربية والهم نفسهم وكيل بطل بالأردن والعلبي بتفتحها بشكل كثير غريب ايه ده طلع الباكوغاناة هنحن الكروت وهي الأشياء دعونا نطلع الكرات اوكي شكله بكون يعني باكوغاناة مسكرة بالكرات وباكوغاناة ايه ايه اه لا الله اوكي بردع لكم باكوغاناة مفتوحة فلما فتحت العلبي نط هذا النسر ولا تور ولا فيل مش عارف شو وضعه نط منها فتح اما الأحمر جسنا ما بعرفها يلا نشوفه مع بعض اوه ايش هاد مش فاهم يشين مين هاد شكله اخطبط له اربع اجرين ولا ايش بالضبط ايش كثير غريب وهذا هيك بيدول عشكله عشخصية شريرة اخضر وتنين وحركات اوه حبيتك كيف راسه مدمج بالقرون وما بعرف اذا في كمان اطاعة بتنفتح ولا هدول بنفتحه على الاخر انو مختلفين الالعاب وعنا دفتر تعليمات خلونا نشوفه على السريع هيك اظن في صفحة او في كتير صفحات في اشياء ملونة بيحكو لنا كيف نفتحها او نقاط او كيف نلعب اوكي شوفوا هم بعطونا لدراغون ايد الترا تخيلوا يكون هادا لا ما هادا شو هادا هاد شكله شخصية فاشلة هادا شكله شخصية رئيسية المهم شكله لاحظة يكون هادا لا لا مش هو بيش بها بعض اه كيف من ركبوا من فتكوا من وراء وها لانه هون كل الباكوغانات الاخضر والاحمر فيش عشكل حية فيش عشكل في عشاء كتير غريبة واذا بتلاحظوا العناصر زادوا وتغيرت اشكالهم ثلاثة كروت سود عليهم او اوكي شكلهم هادولهم من شخصيات اه هادا هو هادا البني وانه التنين الاحمر له تلات طروس شكله على ما اظن والازرق مي الازرق الاسود هادا اوكي اوكي والكروت الحمر شكلهم عبارة عن المهارة الخاصة لكل واحد اه شكلهم اتغيرت الوانهم مش عارف هون عنا كارت مغناطيسي وبرضو كروت طاقة ولاحظوا اوكي هاي شكله بتتميز فيها انه فيها كتير كروت طاقة او كروت ما برا شو ما اوكي صراحة انا اكتر واحد حبيته هادا الاسود فعشان انا اخترته بنط شكله او هيك شي فا هيك نكون خلص كل الفتح العلبك وقنات الاصلية بس عندي علمتين مقلدين في واحدة هاي وهي فيها ثلاثة راح افتحهم على انستغرامي وكمان مش بسيك راح افتح كمان جغل العلاقة والبلاب لحكي لكم عنها من نيو بوي اه اضفونا على انستغرام اسمي بي بلايدر الكي او بي بلايدر الرعي الرابط بكون بصندوق الوصف فشكرا على متابعتكم فيديو اليوم الملخص هدولة كانوا من اوائل اجزاء او الجزء او الجزئين بعدين اجوا عنا هدول ولكن كانوا برضو من نفس السلسلة كانوا اظن معرضين على سبيستون وبعدها المفروض يكون هذا الجزء الجيوجنرايزين بتمنى تصحيحون لو انا غلطان وبعدها الارمورد الايانس هذا الجزء وفي نسخ هريستالية وفي نسخ معدنية من الباكوغانات في كتير كتير قصص بس مش مش حلوية مثل البلابل انا حبيت صراحة اجيبهم عشان نوعا ما استرجع ذكريات ويكون عندي هاي كوليكشن ذكروا هذيك مرة فتحتوا على بي دمان وباكوغان وبي بلد فكلهم برل شو بحرف البي وكلهم اللي هم انيمي والعابي وكلهم يابانية فايشي لطيف فشكرا لكل شخص شاف فيديو اليوم اذا انت شخص تبعت كل هذا الفيديو للاخر فانت شخص اسطورة بتمنى منك تكتب بالتعليقات كلمة باكو جان مش باكو غان اوكي كلمة باكو غان مرتين بس مرة بالجيم ومرة بالغا مرة بالكاف ومرة بالغين ومرة بالجيم زي ما بدكم اوكي هم ثلاث كلمات بنحكوا بكل واحدة لما بتنحكوا باكو جان فما معناش حرف الجان بس والهو الجيم المهم مش مهم بس عشان عارف انكم ما حضرتوا الفيديو الاخر بس اكتب باكو جان اوكي اوكي بالعربي راح عارف انكم حضرتوها شكرا لكل شخصها بجد اليوم لا تنسوا تشوفوا بقيت فاتح العلب على العلعاب التاني متل البي دمان راح تطلع عندكم برضو راح افتح اشاء تاني على الانستغرام بحبكم كتير اظن انتعبت بجوكم فيديو جاي ومين بتذكر ان ما كانت فيديوهات تتخلص على عشرين دقيقة لا تاني عشرين دقيقة بتخوت بس انه زمان كانت تخلص لساعة التخزين وهيك مش عارف لما اجبتم كنت متحمس اكتر شوي بس ثم نزالاتهم كتير طويلة ما راح اعمل نزال باكو جان لانه اشي بزحق اظن يعني بكون حلو بين اللاعبين بس ما بتصور فيديو اصلا وبس سلام اش كنت احكي لكم اوكي انا الساعة على وقت متأخر بالليل اوضح نحكي لكم على الانستغرام اني تأجل الفيديو احساس انه اليوم في فيديو اوكي اليوم الجمعة بالليل الفيديو حينزل اليوم بالثبت ويوم الاحد او الاثنين في اشي حلو اوكي فاستنى فيديوهات التانية اا مش عارف ش كنت احكي يا رب ما يكون بسيط اشي مهم او معلومة احكيها بالفيديو وبس